موسيقى نزل المشكلة في إطارها هالعام نلقاها فيما مشكلة عنصرية في العالم الكل فما موجات من كراهية الأجانب وكراهية الآخر وكراهية المختلف بسبب الدين بسبب البشرة بسبب الانتماءات العرقية حتى الميولات الشخصية إلى آخره قيمة الديمقراطية في العالم في حالة تراجع يكونوا نعيشوه في السبعينات ولا في الستينات من قيم إنسانية متع الظيافة ومتع اعتراف بالآخر في حالة تراجع كبيرة المشكلة الحقية ظل في حالة تراجع أنه الدولة الاجتماعية نفسها القادرة على احتضان الوافدين على كل الدول هي في حالة تراجع يعني أزمة الرئيس المالية بصفة عامة بيّنت بالفعل أن نزعة الأنانية ونزعة المصلحة ونزعة الربح السريع تخلي المجتمعات بصفة عامة لقمة سائغة عند اليمين يعني الصراع الاجتماعي نزاح من صراعه عنده بعد اجتماعي طبقي إلى بعد عرقي ولا بعد ثقافي وبعد ديني بلادنا ما خرجتش على الإطار هذي لكن بلادنا عندها خصوصية أنها في شمال أفريقي وأفريقيا جنوب السحراء تشهد مشاكل كبيرة منذ عقود مشاكل تنموية، مشاكل فقر، مشاكل مناخية انقلابات عسكرية، حروب إلى آخره فبطبيعة الحال رد فعل طبيعي للمهاجرين أنهم يتحركوا نحو الأماكن الآمنة وبعد الجزائر، وبعد ليبيا، بشي نلقاوا تونس معنى حدود مباشرة مع بلدان جنوب السحراء فوجود أعداد قليلة من فريق الجنوب السحراء في أطلقات لا كان يمثل مشكلة نذكرك أنه في أطلقات في سنوات الألفين أقاموا في تونس مواثين أفرقاء يخدموا في البات في بنك الأفريقي للتنمية في تونس العاصمة في حي الوحات والسكن في تونس العاصمة، تعرضوا العنصرية لكن العنصرية لم تكن حنيفة بالدرجة هذه كلم في الشارع، بعض الإشارات لكن كانوا مندمجين في المجتمع يعيشوا فيه وكانوا مندمجين اقتصادياً واجتماعياً الموجة هذه موجة فيها فقراء، فيها شباب، فيها نساء فيها ناس فروا بطبيعة حال من بلدانهم وقطنوا الأحياء الشعبية المخيال المجتمعي بسفة عامة لا يوجد بواكر عنصرية بطبيعة الحال، لو ألغاء العنصرية في تونس في 1846 لم تكن عملية هاينا، معنى عديد الناس فرف ضدوا الناس اللي كان عندهم عبيد وكان عندهم خدم رفضوا عاطق العبيد والرد الفاعل الشعبي ما كانش متعاطف كبير برشة حتى مع السود التوينسة اكتشفناه حتى بعد الثورة التونسية إذن هناك أرضية معادية للسود أو معادية للأفارقة على جنوب الصحراء في تونس موسيقى واضح، كان ناخذ الحملة اللي كان عمل فيها الحزب القومي اللي يتحكي على الاستيطان الجنوب الأفريقي معرفة بالأجص، ما عندهم سعى التعبير هي مقولة عنصرية موجودة في في أوروبا وتبنيها اليمين الأوروبي والقوى الإنسانية والقوى الحقيقية والديمقراطية في أوروبا قاعدت تتصديلها بطبع التحال كيف ده فهم خطاب متى حزب صغير وغير معروف ويتحرك على الفيسبوك يعمل في حملات تكون عملية متاعه هاميشية لكن عندما يصدر الخطاب من أعلى هرم السلطة عمل زلزال كبير على مستوى الوعي المجتمعي على مستوى رد الفعل العالمي على مستوى رد فعل المثقفين والنخب الأفريقية على مستوى الفنانين يعني خطاب أثار حقيقة غضب كبير على مستوى أنصار المساوات بين البشر ومنهضة العنصرية هذك عليش؟ ما نعتبرش لي التوانسة بطبعهم عنصريين التوانسة كي بقيت مجتمعات أو شعوب العالم فيهم ميل نحو العنف أو نحو العنصرية لكن هذه ساعات لا تحروا السياسة العمومية للدولة أو الخطاب الرسمي ولا تقمعوا في مقتل كوليبالي مثلا في سكرة في حي شعبي في دار فضال في القهوة في الحومة الشعبية كانت فما امتعاض من هذا العنف ما كانت فما الترحاب من هذا العنف لأدى إلى مقتل كوليبالي السنجيلية الإفورية وحتى في القهوة كانت فما جمع تبرعات لعيلة كوليبالي وكانت فما رد فعل مجتمعي مقبول ننسى حتى تعبير أولا العنصرية العنصرية توجه السود هي عنصرية توجه لون بشرة ولون البشرة مرئي الليبيين في الشارع ولا في الحياة ولا في المقهى مش معروفين الليبيين حتى حتى يعرفين هو الليبيين لأنه بينما الأسود البشرة اللي تكسي من خلال لون البشرة فما خلط حتى بين توانسة وبين أفارقة جنوب الصحراء برشة توانسة واحد توجده بالكلام الفرنسا بيعت فما هذه الأرضية العنصرية توجه سود البشرة هذه موجودة كعنصرية قائمة الذات ومدانة بجميع المعايير لأن العنصرية البيولوجية ولا العنصرية الثقافية ولا العنصرية العرقية ما عادش عندها حتى مشروعية لا علمية ولا قانونية ولا ثقافية المعطى الثاني هو الاندماج الاقتصادي الليبيين أو الزائريين السواح والازائرين مندمجين اقتصادياً في المجتمع وعندهم إمكانية اندماج استهلاكي وعندهم إمكانية اندماج اقتصادي بينما الأفارقة جنوب الصحراء في معظمهم الموجودين فقراء وعندهم إمكانيات مادية محدودة ويختموا في مهنة هامشية وبعضهم نساء وبعضهم عندهم أطفال وعندهم عائلات إذن هو هي كراهية للأفريقي الأسود الثقير معناها فما بعد اقتصادي متعلق وبعد الحال مع الخطاب العالمي الكبير اللي يوصم الأفارقة بأنهم بأنهم بذيذفرين برابرة ولا وحوش ولا مرضى إلى خيره هذا يزيد يعمق حالات من الخوف الغير مقبولة أخلاقياً في الخطاب بالسئد حتى في المجتمع معناه مش غريب حالات الانفصام أو حالات معنا ما نعتبرها حالات مرضية حالات السلوك الاجتماعي الأناني حالات السلوك الاجتماعي الفردي المتعلق فقط بالسلحة الشخصية إذا كان هو هاجر بطريقة غير قانونية أو بطريقة غير نظامية وتعرض للاضطهاد في أوروبا بش يمشي المنظمات الحقوقية بش يمشي الكنيسة بش يمشي المنظمات الإنسانية بش يعمل المحامي كان عنده إمكانيات بش يخذ حقوقه ولا يخذ إقامة متاعه في البلدان الأوروبية وربما هو بنفس الشي من خلال الكلام ومن خلال السلوكات عنده سلوكات قبل ونبعد توجه فرقة جنوب الصحراء السلوك الفردي هو سلوك مودان يعني إذا كان هذا فردي لكن فيما التعامل السلوكي اللي فيه معناها تأييد الجماعة تأييد الناس اللي تعيش معها كده تعيش مع ناس الموجة العامة عنصرية فأني تتقى نفسك انتيميدية بيش تعبر على موقف غير عنصرية الحساس بالأقلية وانت غير عنصري يخليك تسكت يخليك سلدي يخليك ما تدفعش على الأفارقة جنوب الصحراء هذه مسؤولية المثقفين مسؤولية الإعلام مسؤولية رجال الدين مسؤولية المدرسة مسؤولية السياسيين لابد أن يكون عندنا بيداغوجيا رفض العنصرية وحتى كان هذه الحقلة وهذا النظال اليومي هو نظال مرير وطويل المداء فلابد أن يقع تثبيته يعني اليوم رأنا مسين باتجاه نحو تجريم أخلاقي إذا مش قانوني ربما فما بشكون حتى يدعو لهذاية من يساعد الأفارقة حتى إنسانية يعني يمكن نوصل الآن إلى أن تونسي يخشى أن يعطي مساعدة غذائية ولا مساعدة طبية ولا مساعدة لباس ولا متع سكند ولا متع إيواء لأفريقي ولا عائلة أفريقية يعني نحن بصدد جعل التونسة لا يشعرون بأن الأفريقي إنسان وبأن واجع الأفريقي هو واجع إنساني لا مش معتها ثابت هي سلوك هي حالة تفكير هي إيديولوجيا سائدة إيديولوجيا مهيمنة كبقية إيديولوجية المهيمنة الأخرى في المجتمع تحويلها وتفكيكها والنظار ضدها يطلب جهد كبير كان فيما خمسين سنة 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 كان فيما رؤية ذكورية خطيرة في تونس توجه المرأة وكان فيما رفض كبير ياسر للتعدد الفكري ولا حتى للتعدد للحريات الفردية تحسنت شوية أوضاع على مستوى الرأي العام الشعبي هي معركة طويلة المدى فكريا سياسيا ثقافيا قانونيا إلى آخرين لن نتخلي عنها النباة نقى توقيت البطريق اشتركوا في القناة